يعني كمان بنقول لحضراتكو ان عندنا لسه فقرات كتيرة جدا جدا في المحترف لكن تعالوا كالعادة نروح نشوف الصحف العالمية قالت ايه في المحترف يلا نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحف بصحيفة ماركة الاسبانية اللي يمكن قالت في غلفها ان انشلوتي طبعا انشلوتي طبعا المدير الفني لريال مدريد امامه تحدي جديد في الموسم القادم مع الريال وهو الفوز بالدورس الاسباني موسمين على التوالي طبعا انشلوتي حقق بطولات رائعة طبعا كان على رأسها بطولة دوري ابطال اوروبا سبورت الاسبانية صلتت الضوء في غلفها على تقديم فرانكي سي طبعا لاعب فريق الميلان القادم من لاعب الميلان السابق والقادم من لبرشلونة وقالت كيسي اول توقيع من بين الكثير من التعاقدات المنتظرة للفريق الكتالوني منذ دورتيبو الاسبانية رصدت اسماء اللعيبة الافرقى اللي ارتدوا القميص برشلونة سابقا وكان داوت بالنسبة طبعا تقديم فرانك كيسي نجم منتخب ساحل العاج كلاعب في صفوف النادي وتحدثت عن الصفقة بشكل اكتر من رائع نروح لصحف ايطاليا لبريطانيا اسف تحديدا ستار سبورت الانجليزية اللي تصدر رحيم ستارلينج لعب طبعا المين سيتي غلاف الصحيفة وقالت ان اللاعب انهى اتفاقه مع تشلسي ومبلغ انتقاله سيكون 45 مليون جنيه استرليني كمان الميرور بتأكد نفس الخبر تحدثت ميرور عن تلك الصفقة وانتقال رحيم ستارلينج الى طبعا تشلسي بمبلغ 45 مليون جنيه استرليني في صفقة قوية جدا جدا كمان عندنا اخر يمكن حاجة من اخبارنا نروح لفرنسا وصحيفة الكيب الفرنسية اللي ركزت بشكل كبير جدا على مشكلة حراسة المرمى في باريس سان جرمان وكتبت دونا روما تم وعده بان يكون اساسيا حضراتكم عارفين ان دونا روما المنطقل من ميلا لبي اس جي وكان طبعا هو دونا روما كان غضبان شوية وقال انه كان عنده وعد من الادارة في باريس سان جرمان انه يشارك اساسيا بشكل كبير جدا لكن كان فيه عملية مع نباس طبعا الحارس العملاق يعني كان فيه تبادل في المركز من خلال مشاركات سواء على مستوى الدوري الفرنسي او على مستوى حتى دوري ابطال اوروبا وكان حضراتكم عارفين ان دونا روما لعب مميز جدا حارس مرمى كبير ولكن كان عنده اكيد بعض المشاكل الموسم اللي فات على رأسها طبعا يمكن بعض الاخطاء اللي قدت على مستوى المنتخب الايطالي انه يغيب للمرة التانية على التوالي عن كاس العالم دونا روما لعب كبير وحارس مرمى كبير لكن اعتقد الموسم الماضي كان موسم للنسيان موسيقى اشتركوا في القناة